اشتركوا في القناة 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 وبالتالي اول مباراة هتبقى ما بين الجزيرة مع بطل تهيتي يوم 3 فبراير طيب هل البيان الرسمي للاتحاد الاماراتي كان هو البيان الوحيد المعلن بخصوص العد التنازلي لكاس العالم للاندية؟ لا كان فيه كمان عد تنازلي خلاص بدأ من خلال موقع الاتحاد الدولي فيفا لقرة القدم قدامكه على الشاشة خلاص بنتكلم كيك اوف ضربة البداية هتكون بعد 30 يوم وساعة والعد التنازلي شغاله قدامكه 18 دقيقة اول ما فتحت الايكونة كان 19 دقيقة خلاص حاليا دلوقتي 18 دقيقة اذا ده العد التنازلي لفيفا كلاب وورلد قاب الامارات 2021 في الفترة من 3 فبراير الى 12 فبراير محدش بقى خلاص يتكلم في فكرة اصل البطولة هتتقدم اصل تشيلسي فيه مفاوضات معاه اصل فيه يعني محاولات من الاتحاد الدولي مع النادي تشيلسي عشان يأخر او يأجل معاد البطولة كل الكلام ده غير صحيح تشيلسي بعد منافسات كاس العالم للاندية عنده مباراة في الدوري يوم 19 فبراير ثم عنده بعد ذلك مباراة في دوري ابطال اوروبا يوم 22 فبراير فبالتالي المعاد ده معاد رسمي ونهائي والكل متفق عليه محدش هيقدر يتدخل ومحدش هيقدر يقنع جياني انفنتين وانه يقدر يغير المواعيد لانه محدش عنده القدرة انه يتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي في هذا الامر ويقول له غير المواعيد اللي حصل من خلال صامو الاتو مع باترس متسب في الكاف ضد الاتحاد الدولي ما فيش حد من اللي بيطلع يقول ليس كل ما يعرف يقال يقدر يناقش رئيس الفيفا في هذا القرار لان القرار ده تم اعتماده من كل الاطراف المعنية منذ حوالي شهرين لما طلقت قلت في اخر شهر عشرة خدوا بالكوا الفيفا بيربك حسابات الكاف وبيربك حسابات الاهلي بموعيد كأس العالم للاندية لكن البعض وقتها اعتبر الموضوع بسيط ويتعدل وبعلاقاته وبقدراته هقدر اغير اي شيء لكن الخريطة بتتغير وليس كل ما يعرف يقال ايضا في هذا الشأن طيب ايه الجديد بخصوص كأس العالم للاندية وانت عملت اقول لي الموعيد من 3 الـ 12 وخلاص الموضوع بقى صعب والاهل عنده تسع لعيبة في الكاميرون خلال الفترة اللي جاية وانقعد بقى نستنى القضاء والقدر ما انت ما عندكش حزبة تانية غير كده انك تقعد تستنى القضاء والقدر طبعا الف بيه وانت مغمد عينك كده منتخب مصر ان شاء الله يوصل مبارنة هيا وارجع بالكاس ده الف بيه مفيش فكرة المناقشة او حتى نحط في مجال مقارنة منتخب بلدنا رقم واحد في كل شيء فربنا يكرم مصر ان شاء الله وترجع بكاس الامم والشعب المصر كله يفرح بالبطولة لكن انا بتكلم بقى عن اجراءات الادارية اللي هتتخذ خلال الفترة اللي جاية النادي الاهلي بالامس ارسل قيمة بخمسة وثلاثين لعب دي القيمة المبدئية لان الديد لاين كان امبرح اخر معاد ثلاثة يناير وقلت لكم في حلقة سابقة ان الاتحاد الدولي عدل معاد ارسال القيمة النهائية بدل اربعة وعشرين يناير قال لكل نادي ترسل القيمة النهائية قبل تمانية واربعين ساعة من اول مباراة ليك في كاس العالم للاندية اول مباراة للاهلي امام منتنيري المكسيكي يوم خمسة فبراير ساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة فهيكون اخر معاد ليك عشان ترسل القيمة النهائية تلاتة وعشرين لعب يوم تلاتة فبراير ان شاء الله بدل اربعة وعشرين يناير وده عشان تقدر تكون عرفت وقتها القيمة النهائية ممكن مين لعاك من لعابة المنتخب مين معاك من لعابة المنتخب التونسي او المنتخب المالي او المنتخب المغربي لان عندك بالطبع قاعدة كبيرة من اللاعبين المحترفين اللي موجودين في كاس الأم الأفريقية 9 العيبة 6 مع منتخب مصر وقاليو ديانجي مع مالي وبدري بنون مع المغرب وعلي معلول مع المنتخب التونسي ولكن انت هتأيد 23 يوم 3 فبراير طيب 23 من 35 تبقى 12 لاعب هل الـ 12 لاعب ممكن تسافر بيهم ويكونوا معاك في كاس العالم للأندية اه ممكن ولكن ايه هي المشكلة اللي ممكن تحتاج فيها لاعب من الـ 12 وده عكس اللي حصل في البطولة السابقة اللي نظمتها الدوحة في 20-21 فكرة ان اي لعب لقدر الله من الـ 23 لو اصيب بالكورونا ممكن تستدعي واحد من الـ 12 ممكن تستدعي واحد من الـ 12 عشان يكون معاك في كاس العالم للأندية وبالتالي الاهلي مثلا سجل قيمة بـ 23 لاعب اي نادي مشارك في البطولة مع انطلاق مباريات البطولة فيه 3 حالات او 4 حالات بتشيلهم وبتستدعي العدد اللي انت شلته من القيمة الاساسية بالقيمة الاحتياطية اللي انت قدت بعتها في القيمة المبدئية يوم 3 يناير وبالتالي اصبح هناك فرصة انك ممكن تستعين باي حد من القيمة الاساسية في حال اذا كان اصيب اي حد بكورونا من قيمة الـ 23 طيب المباراة عشان تبدأ وتبقى المباراة صحيحة قانوناً يعني مثلاً نفترض الاهلي قيد 23 لاعب وهيرسلهم يوم 3 فبراير قبل انطلاق البطولة او قبل انطلاق اول مباراة للاهلي بـ 48 ساعة فيه 9 من الاهلي في الكاميرون نفترض التسعة وصلوا لمرحلة السيمي فاينال ويلعبوا سواء المباراة النهائية او تحديد المركز التالت يوم 6 اتنين وانت عندك مباراة منتري يوم 5 اتنين طيب التسعة دول من الـ 23 هيتبقى كم؟ لو طرحنا التسعة من الـ 23 هيتطلع لك 14 لعب هل الـ 14 لعب اللي معاك يسمحوا ان المباراة تبدأ وتبقى مباراة صحيحة؟ اه في القواعد الجديدة اللي بعتها الفيفا قال انك ممكن تبدأ المباراة بـ 14 لعب يعني معنى صح؟ انت هتسجل الـ 23 ومعاك التسعة اللي موجودين في الكاميرون التسعة مكملين لغاية اليوم الاخير في كاس الأمم تلعب مباراة منتري المكسيكي بالـ 14 لعب اللي معاك الفيفا بيقر قاعدة جديدة ان الـ 14 لعب دول المباراة تبدأ صحيحة بالـ 14 11 في الملعب و3 على دكة المدلاء ولكن بشرط لازم يكون من ضمنهم حارس مرمى وبالتالي ممكن الاهل وقتها على يوم 3 فبراير يستنى ويشوف موقف التسعة اللي موجودين في الكاميرون وإذا وصلوا للمراحل الختمية تحط التسعة من ضمن الثلاثة وعشرين وتلعب المباراة الأولى بـ 14 لعب على أمل انهم يكونوا معاك في مباراة النصف النهائي أمام بالمراس إن شاء الله بإذن الله إذا تخطينا مرحلة منتري المكسيكي دي قواعد جديدة وأخبار جديدة لأول مرة الناس بتسمحها من خلالنا هنا من خلال برنامج التريند قواعد جديدة لتلعيبة بحد أقصى المرادي لأ متاح لك تغير لـ 12 لعب بس إن شاء الله محدش يصاب بكورونا وتبدأ المباراة بشكل صحيح إذا كان 14 لعب بس اللي معاك في قائمة المباراة أهل من 14 لعب الأمر بقى مطروق لجنة مسابقات الفيفية لتتخذ القرار قبل معاد المباراة بساعة ونص كمان النادي الأهلي أرسل الملف الطبي لللاعبين استعدادا بقى لإنهاء كل الإجراءات الطبية والإدارية لكأس العالم للأندية وبالصدفة أنا كنت موجود في النادي أول أمس وكان فيه جلسة ما بين دكتور أحمد أبو عبلا طبيب الفريق مع دكتور رسعد الشليب المدير التنفيذ للنادي عشان يعني إنهاء كل الأمور الخاصة بيه الملف الطبي قبل إرسالها لاتحاد القرى المصري ثم إرسالها إلى الاتحاد الدولي من خلال الاتحاد المحلي اللي انت تابع لي شيء طيب والشيء المميز إن دكتور أحمد أبو عبلا والجهاز الطبي عمل ملف طبي على الخمسة وثلاثين لاعب الراجل محضر نفسه من بدري اشتغل على فكرة إن أي لاعب من النادي الأهلي حتى لو موجود في المنتخب من بدري قبل ما يتم استدعائه للمنتخب أعمل له كل الكشفات والفحوصات الطبية عشان أرسلها للفيفا قبل المعادل ختامي يوم ثلاثة يناير الديدلاين اللي حدده الفيفا لكل الأندية فحاليا الخمسة وثلاثين لاعب كل اللعبة بلا استثناء حتى اللي موجودين في الكان ملفاتهم الطبية تم إرسالها للفيفا ولا يتبقى سوى الاختيار الفني لبيتسو موسيماني أتمنى إن شاء الله بيتسو موسيماني يختار التسعة اللي موجودين في الكاميرون وننتظر الموقف قبل مباراة يوم خمسة أمام منتري المكسيكي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف أخبار تمرين الأهلي والنهاردة كان أولى تدريبات الفريق بعد استئناف المران استعدادا لمباريات كأس الرابط اشتركوا في القناة